للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف سيادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق سيادة سفير ورحب بك إذن معنا في هذه الحلقة من أحداث اليوم أهلا بك يا فندم دعني أبدأ معك من فكرة أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة رئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ 16 عاما بالتأكيد لها أبعادها سياسية سيادة سفير لو قررنا الزيارة ديت بالزيارة اللي تمت فيه عام 16 فما في الشك أنه الظروف والمعطيات مختلفة تماما وخاصة أنه سيد رئيس سعف تحسيسي كان زار في عام 2016 كوريا الجنوبية في ظل أو في إطار جولة في المنطقة والحقيقة سيد رئيس من أول ما دولى الرئاسة في نهاية 2014 وكان مدرك تماما أهمية علاقاتنا بدول منطقة شرق آسيا سواء كانت اليابان أو الصين أو كوريا الجنوبية ومن هنا بدأت العلاقات تاخد مصار آخر والحياة تدوب فيها وما حدث خلال السنوات السابع الأخيرة في إطار العلاقات الصينائية خير دليل على أنه علاقات متنامية ووصلت بالفعل لحالة الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين ولكن سيد سفير ربما كنت أقصد من سؤالي جانب آخر تعلم أن كوريا الجنوبية دولة ذات ثقل سياسي كبير وتعلم أيضا ربما من ملاحظاتنا ليلأون الأخيرة الزيارات التي يقوم بها الرئيس الكوري الجنوبي ربما قليلة في حد ذاتها أن يتم عقد هذه الزيارة في الداخل المصري بوجود الرئيس الكوري الجنوبي موجئا لها دلالات على أيضا ثقل مصر الإقليمي سيد سفير في المنطقة العربية ما فيش شك يا فدنم ده يدل على إدراك وتقدير لمكانة مصر وما حدث من تطور سواء في الوضع الداخلي المصري وده بيرشح لعلاقات متنامية على المستوى السنائي إنما أيضا نمو دور ووزن وتأثير مصر على المصرح الإقليمي وعلى المصرح الدولي ومن هنا الاهتمام بضرورة تكسيف التشاور مع مصر وتنمية التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بمختلف الأضايا الإقليمية والدولية وفي المحافل الدولية فما في الشك أن يدل بيعكي الإدراك واهتمام كوري بضرورة المضي قدمر في هذه العلاقات وتنميتها بشكل مستمر على حسب بيان رئاسة الجمهورية في مخرجات هذه الزيارة وهذا اللقاء سيد سفير ربما كان ينصب على محورين أساسيين الجانب السياسي من جهة والجانب الاقتصادي دعني أبدأ معك بالجانب السياسي كان هناك حديث عن توافق رؤى البلدين في العديد من القضايا وأيضا في الدور المصري تم الترويج للانتخابات الليبية المقبلة والدور الليبي وما تقوم به مصر لمحاولة الاستقرار السياسي الليبي كيف تبعت هذا الحديث من هذا الجانب سيد سفير الوضع في ليبيا مهم جدا بالنسبة لي مصر بيتعلق بالأمن القومي المصري والأمن القومي العربي وبالتالي هناك اهتمام بوضع هذا الموضوع على أجندة المباحثات بين الرئيسين علما بأنه لكوريا جنوبية استثمارات كثيرة ومصالح كثيرة في منطقة الشمال الأفريقي في الشرق الأوسط في منطقة الخليج حتى في قرل أفريقية أنا عايزة نوه لحاجة مهمة جدا فضل أنه فيما يتعلق بتعاوننا مع الصين لأول مرة بيحدث تعاون سلاسي بناء لتكنولوجيا إنتاج اللقاحات في مصر بالشكل اللي مش بات سيخدم على السؤال المحلية إنما يتمح بالتصدير للدول الأفريقية أيضا هذه المرة الجانب المصري كان حريص أنه يضع على أجندة المباحثات ضرورة تكسيف التعاون بين الشركات المصرية والشركات الكورية بما يحقق دعم الأشقاء في أفريقيا في جهودهم لتحقيق التنمية فهذا مثال آخر للتعاون السلاسي اللي ربما نشهده خلال الفترة اللي جاء أنا ما يبدو أنه فيه اهتمام كوري جنوبي بهذا الموضوع أبعاد هذا الموضوع تحديدا فكرة تصنيع اللقاحات وتصديرها سيادة سفير والحقيقة دور المحوري الذي لعبته مصر في المنطقة أثناء تحديدا جائحة كورونا ومساعدتها للأشقاء العرب وأيضا للمجتمع الدولي إلى أي مدى أو كيف دعني أسألك ترى أو يرى الجانب الكوري الجنوبي سيادة سفير مصر مهتمة بتنمية علاقتها بالدول الأفريقية وهكذا أيضا كوريا الجنوبية يهمها أنها تنفس بشكل أكبر ومصالح أكبر في إقارة الأفريقية من خلال التعاون سواء كان مباشرة مع الدول الأفريقية أو خصوصا مع دولة زي مصر ما يجمع الدولتين في الوقت الحالي هو التركيز على الوضع الداخلي وعلى عملية التجارة الخارجية والتصدير لأسواق في الخارج وخاصة في إقارة الأفريقية من هنا في مصلحة مشتركة ويتم مشترك بأنه يتم التعاون وخاصة بين الشركات في الدولتين في مزيد من النفاذ ومزيد من تقديم الدعم للدول الأفريقية تواجد في إقارة الأفريقية تعزيز التجارة مع الدول الأفريقية خاصة أنه أصبح في دلوقتي المنطقة التجارة حرة تسمح بهذا سواء تم بشكل سنائي من جانب مصر أو من جانب كوريا الجنوبية ما فيش شك أنه إطار التعاون السلاسي هذا بيضيف أيضا لديبلوماسية التنمية لكل من مصر وكوريا الجنوبية كونك تطرقت للجانب الاقتصادي أيضا في مخرجات هذه الزيارة سيادة سافير دانيا أسألك هنا كان الحديث منصب على أن مصر بشكل أو بآخر أصبحت الآن حاضنة للاستثمارات أو جاذبة إذا صح القول الاستثمارات من المجتمع الدولي وكان ذلك أيضا حديث من جانب الرئيس الكوريا الجنوبي اليوم كيف يمكن إذن في سياق هذه الزيارة تعزيز الاستثمارات البينية بين مصر وكوريا الجنوبية؟ شوفي يا فندم أنا استرعى عن تباهي التأكيد على استعداد مصر لأنها تقدم التسهيلات للمستثمرين والشركات الكورية العاملة في مصر وأحط تحت التسهيلات دي عشر خطوط إحنا ما بنتعاونش مع أي دولة إحنا بنتعاون مع دولة مش بس أصبحت دولة من الاختصاديات الناشئة إنما من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم في مجالات على أخل التقدير مجالات محددة وبالتالي إحنا لنا مصلحة في أننا نعزز العلاقات الاستثمارية بين الطرفين يجب أننا نقدم تسهيلات للجانب الكوري بالشكل طبعاً أنه يحقق المبدأ الذي أصبح مستقر النهاردة وين وين كوبريشن تعاون يحقق مصالح الطرفين إنما يجب أننا أخلق باستثمارية للمستثمر الكوري الجنوبي بالشكل الذي يجعله يعظم من تواجده في مصر ومن نقله للتكنولوجيا ومن التوسع في المشروعات داخل مصر بما يمتد لمجالات أخرى لم تطرق لها التعاون بين الدولتين حتى الآن وإن كان الحقيقة يعني الإطار واسع أصبح النهاردة يشمل حاجات كتير بما يشمل أيضاً التعاون العسكري والأمم صحيح في المجال الاقتصادي أيضاً تم الحديث سيد سفير عن ما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة يعني هذا المصطلح كما أتى تحديداً في بيان رئاسة الجمهورية من مخرجات هذه الزيارة والاستفادة مما يعني الكفاءات يعني أقول الكورية الجنوبية في هذا الشأن كيف يمكن نقل الكفاءات الكورية إلى مصر فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي كون أن مصر في الأون الأخيرة أيضاً تعمل بجهد على هذا المحور بسي فإن دا يرشح علاقات مصر وكورية الجنوبية للنمو أكثر فأكثر اتجاهنا مؤخراً لموضوع الرقمنة ورقمنة الدولة الحكومة المؤسسات إنما خلينا أقول لك حاجة إنه الكورية الجنوبية من أكثر الدول اللي فيها صرح تعليمي كبير جداً في عملية التدريب في عملية التأهيل هناك الكثير من الخبرات المتركة المعلاد الجانب الكوري اللي يجب أننا ننهل منها والحكومة واعية بهذا وسيد رئيس واعي بهذا ومهتم بأنه يدفع في هذا الاتجاه نستفيد منهم في مجال التعليمي مجال التدريب التأهيل بالشكل اللي يرفع من قدرات العامل المصري والشاب المصري أيضاً الدارس في الجامعات وخاصة في المجالات الأمم المتقدمين فيه الاتصالات تكنولوجيا المعلومات هذا هو المقصود بأننا نخوض غمار الاصطورة الصناعية الرابعة مثل ما فعلت كوريا الجنوبية ومستفيد من التجربة قليني قبل منيني الحديث أريد بس أشير الحاجة الكوريا الجنوبية بتهتم جداً بعلاقاتها مع مصر لأنها بتدين بالعرفان لمصر لأنه في وقت لم نكن قد أقامنا علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية بكلامنا فيه الستينات من القابرة الماضية ولأننا كنا استفادنا من الخبرة الروسية في إنشاء مجمع الحديد والسلط كوريا الجنوبية كانت محتاجة هذه التجربة ومصر وفرت لها كافة البيانات التي ساعدتهم في أنهم ينشئوا هذا الصرح مجمع كبير للحديد والسلط كوريا الجنوبية انطلقت منه كوريا الجنوبية لتحقيق ما كانت تصبق إليه وما وصلت إليه النهاردة فهما بيشعروا بالعرسال لمصر جدا بسبب هذه البدرة الكريمة نعم صحيح أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل ومتابعة سيادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا لحضرتك كيفانا؟